مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بدأنا نتكلم الإسبوع اللي فات عن بوليس الرسول وعن الاتهام الموجه لبوليس وللمسيحية بصفة عامة أن بوليس هو مؤسس المسيحية هو اللي اخترع عقائدها هو اللي أنقذ المسيحية زي ما شفنا في الفيديو اللي فات هو اللي أنقذ المسيحية من أنها كانت هضيعة وبسبب اضطهاد اليهود كانت خلاصها تندسر المسيحية فبوليس أنقذ المسيحية وعمل العقائد بتاعتها وصارت المسيحية بشكلها الجديد على يد بوليس مسيحية تختلف عن المسيح وما نادى به المسيح من تعليم مهمة النهاردة أتكلم عن تفصيلة واحدة من هذه التفصيلات وهي عقيدة لهوت المسيح هل اخترع بوليس عقيدة لهوت المسيح؟ يعني هل المسيح لم يكن إلها عند المؤمنين الأوائل؟ لا عند مرقوس ولا عند بوتروس ولا عند يوحنى ولا عند متى ولا عند دول هؤلاء؟ دول كلهم كانوا شايفين المسيح مجرد نبي من الأنبياء كواحد من أنبياء بني إسرائيل لكن اللي نقل المسيحية واخترع إلوهية المسيح كان بوليس الرسول بوليس ده إنسان يعني مش كويس لأنه أضاف إلى المسيحية عقايد لم تكن موجودة ده الإدعاء والإدعاء ده بيرددوه زي البغبغانات زي البغبغانات بالزبط مجرد إن واحد يبدأ فيهم تلاقي الكل بيكر وراه الكل بيكر وراه ولا فيش واحد يمقرى ولا بحث ويمكن كل اللي بقروا أو يبحثوه هو كتب لنقاد تتماشى مع أفكارهم أنت عارفين المسلمين ما بيقروش ولا بيبحثوا هم بيجيبوا مجهود آخرين كويس يدوروا على مين من النقاد المسيحية ويروح يجيبوا أفكاره ويروحوا يتكلموا عنها زي مثلا بارت إرمان مع إنه هوريكم أن بارت إرمان نفسه بشهدته هو بيقول لا يمكن أبدا أن يكون بوليس هو الذي يختار على المسيحية المسيحية أصلها المسيح أصلها تعليم المسيح ده بارت إرمان أنا هجيب لكم الاقتباس في الآخر لكن هم للأسف مش بيرو وأنا عشي كده حابب أن أنا أشجعهم يقرو بعض الكتب قبل ما نتكلم في الموضوع النهار ده ده كتاب مهم أول ده كتاب عن بوليس الرسول كاتبه ديفيد وانام وهو أستاذ في جامعة أكسفورد في إنجلترا كاتب هل بوليس بول فولورز أو جيسوس أو فاوندر أو كريسيانيتي بوليس بوليس هل هو تابع للمسيح أم مؤسس المسيحية كتاب مهم ريتقروه يمكن أيضيف إلى معلوماتكو حاجة جديدة كتاب من أهم الكتب اللي بتتناول هذا الموضوع طبعا هناك اتنين أو تو فوليومز يعني مهمين أوي لأنتي رايت وهو برضو إنجليزي معروف كاتب معروف متخصص في العهد الجديد ومتخصص في رسائل بوليس وكتابات بوليس المجلد الأولاني هما الاثنين تحت أنوان واحد كويس بول 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 بوليس وأمانة الله كويس ده المجلد الأولاني وده المجلد الثاني برضو بوليس وأمانة الله حوالي 1600 صفح المجلدين العايز يقرأ ويتعلم هيتعلم العايز يردد كالبغبغانات دون فهم ومعرفها هيردد زي البغبغانات كويس وده مشكلة للأسف الغالبية من المتخصصين المسلمين في مقارنة الأديان إنهم ما بيرجعوش إلى كتب أكاديمية محترمة ارجعوا إلى كلام بعض النقاد ويأخذوه زي ما أصلا أنا أخبركم هنشوف الريبيتيشنز التكرار اللي موجود ونتكلم عنه نشوف أول فيديو بيقول لنا نفس الاتهام بوليس اخترع المسيحية بوليس هو أساس المسيحية نسمع الفيديو ونعلق عليه أن بوليس هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية حسب العقائد التي وضعها الآباء في عصر المجامع فالآباء في عصر المجامع سلكوا نفس مسلك بوليس أو بالأحرى قاموا بتطوير العقائد التي أسسها بوليس يعني مش بس أن هم خدوا أفكار بوليس كمؤسس المسيحية لا ده طواروا كمان العقائد هو طبعا في فكره أنه المسيح صار إلها في مجمع نقية يعني ده اللي بيفكر فيه فهم طواروا العقائد المسيح كان رب لكن أو سيد وصار إله يعبد في مجمع نقية البوليس بوليس هو مؤسس المسيحي طيب نسمع واحد تاني بقى وده بالنسبة لي يعني فاكهة كده ليه؟ لأنه عمل سيناريو ولا سيناريوهات ألف ليلة وليلة عارفين السيناريوهات اللي هي المؤامرة والأفكار ونظريات المؤامرة قال لك أن بوليس حاول كل البدع أنه ينهي على المسيحية بس ما نفعش ففكر يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ فجات له فكرة شيطانية أنه أحسن حاجة يدمر بها المسيحية أنه يدخل المسيحية فلما يدخل المسيحية ويقبل من التلاميذ كمسيحي يقدر أنه ينشر أفكار غلط عن المسيحية فيدمر المسيحية من نصف شفتوا يعني زهن متفتح بيصل إلى حقائق لم تكن موجودة قبل كده ويقدمها لنا مثل هذه نسمع يقول لنا إيه؟ شوفوا لكن اليهود ما رح يسكتوا أخونا الكرام مش هاناك اليهود شايفوا أنه تقتيل أتباع سيدنا المسيح معهم ينفع لأنه عم بيضلوا سابتين على الإيمان وعم بيضلوا يدعوا إلى الإله الواحد الأحد وعم بيطبقوا الشريعة يلي انفتحت فيها ملكوت السماوات من جديد بوجوه الناس فشو عملوا أخونا الكرام؟ فجابوا شاول اللي هو بولوس بعدين واتفقوا معه أخونا الكرام أنه يضلوا أتباع سيدنا المسيح طبعا ده كله من تخيلاته أنت لا عندك دليل ولا عندك برهان وكأنه هو كان عايش مع اليهود اليهود دولوا صحابه كويس؟ اللي هم أيام بولوس دولوا صحابه فقالوا له الحكاية قالوا له إنه ما فيش لا دليل لا تاريخي ولا أي حاجة ده مجرد تخيل لفكره هو إنه مش بولوس مؤسس المسيحية لا 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 ده بولوس ضحك على المسيحية اتفق مع اليهود ضد المسيحية ده فعله فلوس بولوس اللي مات من أجل المسيح بولوس اللي قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح واحد كذب واتفق مع اليهود كويس؟ على كذبة ومات من أجل الكذبة يا خبتو يعني عارفين لما تبقى يعني عارف إن انت بتجذب واللي بتقوله كذب وبتحاول تقنع الناس إنه حقيقة فبولوس اتفق مع اليهود اليهود دون ما هم بصوا المسلم عنده مشكلة مع اليهود في نظره مفيش مصيبة تحصل إلا ويكون وراها اليهود حتى حتى يعني مأساتهم اللي عايشينها النهاردة وراها اليهود خراب سوريا ورا يهود خراب لبنان ورا يهود خراب العراء ورا يهود خراب مصر ورا يهود مهمة هم هم يعني خراب المسيحية ورا اليهود يعني نكمل بقية الحكاية قل لنا بقية الحكاية مثل ما كانوا ضلين أتباعهم وضلين شعبهم بني إسرائيل يرجع يضل أتباع المسيح ويرغون الشريعة ويدلوهن عن سبيل الله سداني دي نظرية ممكن تقدم عليها دكتوراه شجعك يعني ويزد في جامعة الأزهر إذا قدمت النظرية دي ممكن يدولك دكتوراه بدل ما الدكتوراهات اللي بدوها في أشياء تفعي دي نظرية دي نظرية تحترم فبوليس مؤسس المسيحية بوليس اتفق مع اليهود على خراب المسيحية فدخل الإيمان المسيحي كويس وصار بوليس رسول ضحك عليهم طول السنين يعني كويس وخرب المسيحية من الداخل نجح بوليس أنه يخرب المسيحية من الداخل كويس بتعليم جديدة تبعدهم عن الإيمان بالله الواحد واحد تاني قال لك لا بوليس ده اخترع أهم عاققتين في الإيمان المسيحي أهم عاققتين في الإيمان المسيحي نسمع الفيديو ده إذا ألخص معاكم هذا الإيمان الحقيقي أو الدور التأسيسي لبوليس في عملين مهمين العمل الأول أن بوليس قد أضاف ونحط تحت كمية أضاف ديه مليون خط عاققتين أساسيتين أصبحت هم عماد الديانة المسيحية حتى الآن لهم ربوبية يسوع والخلاص عن طريق الإيمان بالنسبة للعقيدة الأولى اللي هي ربوبية يسوع دي معناها بساطة شديدة بأن يسوع له طبيعة إلهية يعني يسوع هو الإله الذي توضع ونزل من السماء واتخذ جسدا بشريا وأزل نفسه ومات على الصليب لكي يعلن للبشرية كلهم وليس لليهود فقط محبته وأيضا والأهم لكي يخلصهم من الخطيئة العقيدة دي بقى فرحة ولها جدل في اللهوت المسيحي لا ما فيه له زي ما نعرف في الحلقات الجاية أما العقيدة الثانية هي أن الخلاص بيأتي عن طريق الإيمان بربوبية يسوع أو بالعقيدة الأولى ولا يأتي كما كان شائعا عن طريق التمسك بتقاليد الشريعة اليهودية ده بقى يعني لخص الموضوع لكن بوليس كان شخص وحش ويس واخترع أضاف أضاف عقيدتين العقيدة الأولينية هي ربوبية المسيح المسيح لم يكن رب ولم ينادي بأنه هو الكلمة المتجسد ولم يقل المسيح أبدا أنا الله فاعبدوني دايما العبارة ليرددها المسلمين بردو فبالتالي بوليس هو الاخترع وصار الإيمان بيها هو أساس الخلاص أنك تؤمن أن يسوع رب والعقيدة الثانية هي عقيدة الفداء والخلاص أنه موت المسيح المسيح مات نيابة عنه أنا نهاردة هتكلم عن ربوبية المسيح الحلقة اللي جاية كلم عن عقيدة الخلاص هل فعلا بوليس أضاف عقيدة ربوبية المسيح ولم تكن موجودة الناس دي يا إما بتضحك على نفسها كويس يا إما سوري يعني في اللفظ جهلة يا إما كذبين يا إما ما أروش الأنجيل وما أروش ماذا قال يسوع عن نفسه يعني أي قارئ هيقرأ الأنجيل ويقرأ اللي تقال واللي قاله يسوع عن نفسه هيوصل إلى سؤال مهم جدا هو مين ده وبأي سلطان يقول ما يقول ويدعي ما يدعي هما مشكلة لهوت المسيح بالنسبة لهم معضلة كبيرة فبيحاول يعمل يحاول يقولك إنه دي اختراع جيمة أخر المسيحية بدأت كالإسلام المنادات بالإله الواحد والمسيحية ما زالت تؤمن بالإله الواحد أنتوا بس اللي مش قدرين تفهموا وأن المسيح هو نبي من الأنبياء لكن لما راحت إلى البلاد الوثنية بالذات اليونانية وفكرة مجيء لألهة من السماء وفكرة عبادة الشخص الذي يريد أن يكرموه فتحولت المسيحية من اليهودية إلى البلاد الهيلينستية ثقافة اليونانية إلى عبادة المسيح عارفين نظرية التطور أو ده نظرية التطور الإيمان المسيحي تطور مع الوقت طيب نشوف نشوف ربوبية المسيح هل قال يسوع أنا هو الله هل عاش وعلم بهذا الحق أم أن فعلا بولس هو الذي اخترعه وبكده يبقى كل المسيحيين بقالنا ألفين سنة عايشين في كسبة واللي ماتوا على إيمان أن المسيح هو رب كلمة الله المتجسد واللي ماتوا على رجاء أنهم سيكونوا مع المسيح فرجأهم وإيمانهم كان باطل ربوبية المسيح هروح للأناجيل وهسأل بعض الأسئلة وعايز أسألهم بعض الأسئلة ويريت هما يعملوا لنا بعض الفيديوهات عن النصوص دي هل يمكن أن تصدر العبارات التالية من إنسان عادي يقول لك المسيح لم يقل أنه هو الله هم متخيلين أنه كان المفروض يعمله كان المفروض أن المسيح يمشي في شوارع أرشاليم وإلهم أنا الله اعبدوني صدقني لو عمل كده حتى ما كانوش أعمله حاجة وما كانوش قبله وكانو قالوا عليه أنه متخلف لكن تعال نسمع المسيح تعال نسمع كلام المسيح كده دايما بقول أنه ألهية المسيح ليست من اختراع إنسان ألهية المسيح هي من فم المسيح نفسه مما قاله يسوع وعلى فكرة زي ما كلنا عارفين أن المسيح لم يصلب لأجل عمل عمله المسيح صلب لأجل ادعاءات ادعاها لنفسه أولا تاني المسيح لم يصلب لأجل عمل عمله المسيح صلب لأجل ما قالوا عن نفسه لأجل ما قالوا عن نفسه طب قال إيه عن نفسه تعال كده نقرأ في متى 13 وبجد يعني ادينا عقلك شوية أنا هرجعه لك سليم بس ادهوني شوية ويمكن أفضل من الحالة اللي كان عليها أبتكلمهم هم يعني الرب يسوع بيقول في متى 13 11 سورة 41 إلى 42 بيقول إيه بيقول إنه يرسل ابن الإنسان ومحدش يختلف على مين هو ابن الإنسان ده اللقب المحبب للمسيح نفسه اللي استخدمه 79 مرة للإشارة إلى نفسه في مرات ومرات عشرات المرات كان يقول ابن الإنسان أتكلم عن نفسه وأتكلم عن معنى هذا اللقب لكن يقول يرسل ابن الإنسان بمعنى أنه يرسل يسوع المسيح يرسل يرسل مين يرسل ملائكته كي طب نقف شوية كمسلم وكمسيحي وكيهودي نؤمن بالملائكة صح؟ أعرفين في ملائكة والملائكة هي خدام لله وحده هي بتاعته لا يستطيع إنسان على وجه الأرض من اليهود أو المسلمين أو المسيحيين يدعي أن الملائكة هي ملائكته وبعدين ييجي يسوع ويقول إنه أنا أنا يسوع أرسل ملائكتي لو أنت بتستمع للمسيح أول حاجة هتيجي في بلك إيه؟ أنه يجدف طبيعي ده ده تكديف مباشر أنه يأخذ مال الله وينسب له نفسه بإرادته وفي كامل وعيه يسوع بيقول أنه يرسل ملائكته الملائكة بتاعته وما ما ينفعش أن الملائكة تكون إلا لله وحده ولما يرسل ملائكته هيرسلها في مهمة خاصة إيه هي؟ فيجمعون من ملكوته العالم هو ملكوته الله هو الملك من ملكوته ملكوته العالم بأجمعه العيش في البشر الأشرار والأبرار المؤمنين وغير المؤمنين فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويترحونهم فئة النار بأمره بأمر يسوع اللي عاش في اليهودية الذي صار ومشي وعلم في اليهودية من ألفين سنة هيجي وقت يرسل ملائكته فيجمعون من ملكوته العالم ملكه هو الملك ويدين الأشرار والأثمة ما هو آية زي كده ما تعديش بسهل آية زي كده ما تعديش بسهل لأنها لو عديت بسهل يبقى حضرتك عندك مشكلة ده واحدة من الحاجات ممكن تقول لي هو الملائكة تخضع له يبقى مين ده مين اللي بيتكلم لو قلنا أنه هو نبي بس يبقى بيجدف لو قلنا أنه يسوع المسيح يبقى أسألك بأي سلطان يفعل هذا بأي سلطان طيب ده نص من النصوص نكمل مع بعض شون يجي يقول لك إيه أصله ربوبية المسيح اختراعها بولس طيب ماشي نص تاني ومتى جاء ابن الإنسان عن نفسه متى جاء يسوع ومتى جاء ابن الإنسان في مجده يعني في مجده it's glory طيب مين اللي بييجي في مجده الله مين صاحب المجد وحده هو الله ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة اللي هو البتوع ملائكته وجميع الملائكة القدسين معه فيجلس في حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجمع أمامه جميع الشعوب هيجمع أمامه جميع الشعوب هو مين اللي يقدر يجمع جميع الشعوب ومين اللي يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء نص خلينا نقف ونسأل سؤال مين ده هل كان يسوع مدركا لما يقوله هل كان يسوع يعلم طبيعة نفسه وبالتالي هو يقول هذه العبارات وينسب هذا الحق له الذي لا ينسب إلا لله وحده يعني ديان يجلس على كرسي مجده يجمع كل الشعوب من حوله يأتي مع الملائكة القدسين والسؤال هو مين يسوع وعلى فكرة ده السؤال اللي بدأت بالمسيحية تلاميذ المسيح كلهم يهود والوصية الأولى والعزمة هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك والوصية اللي بيرددها اليهود وحطنها على أديهم وعلى رأسهم ومعلقنها في البيوت اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد يعني تلاميذ المسيح اللي بيقوله المسيح أمامهم كان دايما يسير سؤال هو مين ده نمشي نكمل عشان اللي بيقولك المسيح لم يقل أنا وهو الله ممشيش في شوارع وشليم وقال أنا الله ما أنت لازم تفسر لي النصوص دي طيب كمن المسيح غافر الخطايا أي مسلم يؤمن أن غافر الخطايا هو الله وأي يهودي يؤمن أن غافر الخطايا هو الله زي ما أي مسيح بيؤمن أن غافر الخطايا هو الله ليه لأن الخطايا التي يصنعها الإنسان أولا وأخيرا موجهة ضد الله إليك إذا أنت اشتهيت زوجة جارك أنت قبل ما تسيء إلى جارك أنت كسرت وسيط الله فالله هيعقبك على كسرك للوصية فالله وحده الذي له السلطان أن يخفر خطاياك صح صح طيب في مرقس اتنين نص معروف لنا كلنا كان فيه شخص مفلوج مشلول والمشلول طبعا ما فيش كان زمان وليتشير أو الكرسي المتحرك فكان المشلول بيبقى نايم على يعني سرير كده طول الوقت أصحابه عارفوا أن يسوع موجود وكانت فيه طبعا المعلومات أن يسوع بيشفي وبيشفي كل الأمراض وأنه قادر أنه يشفي المشلول فأصحابه عملوا أصحابه الأربعة شلوا شلوا السرير ده شلوا وحاولوا يدخلوا إلى البيت اللي كان فيه الرب يسوع ما نفعش فعملوا يطلعوا فوق وتعارفين البيوت زمان كانت معمولة من البوس وزعف النخل وكده فشلوا السقف ونزلوا المسيح ونزلوا المفلوج قدام المسيح يعني إحنا مش هنمشي غير لما تشوف صاحبنا ده وعندنا إيمان إنك هتشفي عشان كده جبناه لك يقول الكتاب فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوك مغفورة لك خطاياك يبني يبني مغفورة لخطاياك ما قال لهوش قم وحمل سريرك وامش قال له مغفورة لك خطاياك ليه لسببين سبب الأولاني أن يسوع علم أن سبب مرضه هو خطيئ فيه خطيئ هذا سبب مرضه مرة قال لا هذا أخطأ ولا أبواه ولكن يتمجد الله فيه لكن الشخص ده هو يعلم جيدا أن سبب مرضه هو خطيئ ولأنه أخطأ فالوحيد الذي يخفر الخطيئ هو الله فقال له يبني مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك اليهود أول ما سمعوا كده زي المسلمين اليهود أول ما سمعوا كده قالوا في قلوبهم لماذا يجدف لأنه من يقدر أن يخفر الخطايا إلا الله ليه يجدف اعتبروا كلامه تجديف يعني اليهود فهمه أنه المسيح بيدعي لنفسه ما هو لله من حق الله وحده أنه يخفر والمسيح بيقول يا ابني مغفورة لك خطاياك فالمسيح غافر الخطايا هتجبها شمال تجبها يمين النص واضح هتحاول تتفلسف وتقول لي أصله هو يعني بيتكلم بسلطان إلهي الله من دهوله هو المسيح أقع على نفسه ونصب نفسه في هذا النص ما كان الله عليك تفسره لي مش أنت بتقول لي المسيح لم يقل أنه الله عليك تفسر للنص بس تفسير مقنع طيب المسيح قال أنه هو واحد مع الآب واليهود فهمه كلامه على أنه جعل نفسه معادلا لله ما تقول ليش أنه أنه المسيح كان أصده كذا لا اليهود على طول فهمه كلام المسيح قال إيه أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله يعني معادلا نفسه بالله معادلا نفسه بالله يعني حط نفسه مكان الله حط نفسه مكان الله قال أنا والله نحن نحن الاتنين متساويين طب ده تسميه إيه اليهود فهمه من كلام المسيح أنه هو عمل نفسه مساوي لله طب مصير المساوي لله إيه اللي هو بيقول أنا الله أنه يرجم ولكن لهذا كانوا يطلبون أن يرجمون يبقى ما تجيش تقول لي بردو ها جهلا أن المسيح لم يقل أنا هو الله ويبقى حضرتك ما أريتش إلى أنا جيل وما أريتش كلمات النسيح يقيم الموتى من القبور دي آية في منتعى الغرابة ما ممكن أي حد يدعي أي حاجة ما ممكن أي حد يدعي أي حاجة بس يما يكون كاذب ادعاء كاذب يما يكون مضل ما ممكن يدعي حاجة عشان أضل لك ممكن أروح وأقول لك أنا كذا 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 عشان أضل لك أضحك زي ما قالوا على بوليس قال لك بوليس دخل المسيحية متفقا مع اليهود لكي ما يخرب المسيحية من الداخل كان مضل يعني وممكن أكون حية مسيح فيه يحن خمسة بيقول لا تتعجبوا من هذا فأنه تأتي ساعة فيها ما يسمع يسمع جميع الذين في القبور صوته ما هو لما كلمنا عن أنه يجلس على كرسي مجدهي ده لما يجي في مجيء التاني وهنا بيقول أنه سيأتي ساعة الساعة هنا تشير إلى وقت زمني زي ما هناك فيه ساعة للصلب لم تأتي ساعة بعد وبعدين قبل الصليب قال أيها الآب قد قتت الساعة يعني وقت الصلب يعني مش بتاعني بس ستين دقيقة دي تشير إلى وقت هيحدث فيه حاجة فينا تأتي ساعة فيها جميع يسمع جميع لدينا في الكبور صوت يعني الأموات الأموات هيسمعوا صوت مين صوت يسوع الأموات اللي هم ماتوا وتحللت أجسامهم ويمكن ما فاضلش غير بعض من عزمهم ويمكن الكبور بتاعتهم نبشت وعزمهم اتنطورت وأكلها الكلاب والكلاب ماتت والبعض غرق في البحر والكل السمك لكن هنا نكلم على قدرة الخلق من جديدة صوت يسوع المسيح سيخلق من جديد الإنسان هيعمل عملية خلق زي ما عمل للعازر فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة دي قيامة الأبرار دي طيب والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة طيب يا يسوع أنت بتقول أنه الميت هيسمع صوتك ويقوم آه أنا بقول كده طيب يلي يأكد لنا دو يأكد دو أن أنا عملت وأثبت ليكم قيامة الأموات ثلاث مرات أقامت ابنة ييروس صح صح وكانت لسه ميتة وجسدها لم يتحلل بعد كانت لسه ببيت أبوها يعني لسه فريش ميتة فريش زي بيقولوا يا دوبك فرقتها الروح أحيتها أول ما أحيتهاش أحياها طيب ابن الأرملة ده خرج برا البيت بقى خلاص ده يعني مات وقاموا بالمراسيم المفروض يقوموا بيها كويس وشايلين الجسة وراحين يدفنوها يعني الفترة الزمنية اللي مات فيها أو فترة موته أطول من ابنة ييروس قومت ولا ما قومته قومت ورديت لأمه طيب العاذر بقى ده كان حلته إيه ده كان تحلل عفن ولما سمع صوت المسيح العاذر هلوم خارجا إيه اللي حصل له إنه حصلت له خل جديد وقام العاذر بين الأموات يعني يستطيع أن يقيم اللي لسه ميت واللي ميت بقى له فترة واللي ميت بقى له فترة أطول يستطيع أن يقيم الميت اللي مات في البيت الميت اللي شايلينه على نقالة الميت اللي اتدفن قريدي وتحط في القبر طب مين ده مين ده الرب أكد على صدق كلامه بإقامة ابن تايروس ابن الأرملة والعاذر طيب يجي المسلم يقول لك ايه آه المسيح أقام الموت ما هو برضو رسول الإسلام أقام الموت طبعا انتو حضراتكم منبهرين ايه اللي انت بتقوله ده ده صدقوني اللي بيقولوه ورسول الإسلام عمل ما هو أصعب من يسوع المسيح عمل ما هو أصعب من يسوع المسيح نسمع الفيديو و ده بمجرد بس كده يعني فرفاشة شوية نطلع برامود الجد شوية ونرجع مرة تاني نسمع سيدنا محمد أحيا الموت أيوة بص خلوا بالكم الدحكة دي دي دحكة كذاب عارف إنه كذاب وعارف إن اللي قدامه عارف إنه كذاب كويس و ما عارفش بس هو خلوا دي حكة يا سلام أيوة دي أيوة أيوة يعني ده أقام الموت تشوف كم حصل حصل وأحيا ما هو أبعد من النوت يا سلام سيدنا عيسى أحيا بشر كان فيه روح وسلبت الروح أيوة غاية الأمر حاجة بسيطة إنه ربنا سبحانه وتعالى على أدن سيدنا عيسى نافخ الروح تاني تخيل حضرتك أيوة إنه سيدنا النبي محمد يحيي خشبة واو أحيا خشبة جزع النخلة قاعد عيط النص الحديث يبكي كبكاء الطفل فنزل النبي من على المنبر واحتضنه ويكلم الجزع والجزع رب عارفين وعاية وعاية هو مش بعاية ممكن بعاية لأنه أحد واقف عليه لكن خلينا نكمل الرواية جزع النخلة إقامته أعظم من إقامة إنسان ميت كمل الرواية علي بصد بكاء الجزع ثابتة وصحيحة وموجودة لكن هل رسول الله أحيا الموت كما قال الشيخ لا سيدنا النبي لم يحيي الموت ولا رواية ولا أثر يذكر أن رسول الله أحيا ميتا قد مات فقام هذا الميت من بعد موته حيا طيب واحد حب إنه يعني آه ده أحيا الموت ده العمل المسيح لا يقارن لا يقارن المسيح أحيا إنسان روحه تركته ربنا بعثها أهم أما بقى ده أحيا خشبة أحيا خشبة أحيا جزع النقل بعدين طلعت في الآخر كلها أكاذيب لا في قيامة ولا في حاجة الوحيد الذي أقام الموت بكلمته بكلمته وبسلطانه هو المسيح قوة بتاعته هو العاذر هالأمة خارجة لما راح للنعش ابن الأرملة مجرد إنه لمسوا أوموا وردوا الأم ابنة يايروس الكلمة اللي خرجت من فمه حتى ومن هو بعيد أقامت يبقى مين ده إقامة الموت مسيح قال أنا هو فيش حد أبدا قال أنا هو إلا شخص يسوع المسيح كل الأنبياء الذين آتوا قبل المسيح كانوا يشيروا إلى الله المسيح كان يشير إلى نفسه أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو الباب أنا هو الرعاة الصالح أنا هو القيامة والحياة أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القرم الحقيقية هذه السباعية هذه السباعية اللي لما الواحد بيدرسها بيعرف أنه كل وحدة فيهم بتؤكد لهوت المسيح كل وحدة فيه أنا هو نور العالم اليهود يعلم جيدا أن الله هو النور الرب نوري وخلاصي من من أخاف وإنه واحدة من مظاهر حضور الله مع شعبه كان عمود النار النار ليلا أعلان حضور الله كل الكلمات دي بتؤكد لهوت المسيح طب ماذا عن قول يسوع المسيح في يحنى 8 بيقول اليهود أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي طراء وفرح أنتوا عارفين الفرق الزمني ما بين إبراهيم والرب يسوع كم سنة تقريبا تقريبا 2100 سنة 2100 سنة فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة أفرأيت إبراهيم يعني أنت لسه حتى ما وصلتش خمسين أفرأيت إبراهيم إزاي ده إبراهيم إبراهيم من 2000 سنة وإنت بتقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح لو عايز تقرأ عن كده يقرأ في تكوين 18 19 وبعدين يقول لهم الرب يسوعي مش إنه يسكت مش إنه يقول لهم آه صح ده أنا مقصدش كده مش يقول لهم أنتوا فهمتوني غلط لا 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 ده يأكد اللي قالوا بعبارة صارمة فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن مش أنا كنت حتى أنا كائن كينونا الوجود أزليته لا يتغير يا جماعة ما ينفعش نعدي النصوص دي وبعدين نيجي نقول المسيح لم يقل أنا الله فعبدوني إن لم يكن المسيح يقول في هذه النصوص بكل وضوح أنه هو الله فنصوص دي أكيد يعني لها تفسير آخر بس ملاحش تفسير آخر النصوص دي صريحة واضحة مباشرة اليهود فهموا كلام المسيح ولأجل هذا كانوا يطلبون أن يرجموا إقرأ الآية اللي بعد كده اللي هي في 59 آية 59 إنهم كانوا يريدون أن يرجموا لأنه فهموا إنه الكلام اللي بيقولوا الوحيد الأزلي هو الله منذ الأزل وإلى الأبد لا يتغير بعدين يجي المسيح يقول لهم على فكرة عايز أقول لكم حاجة عارفين إبراهيم أنا زرت وفرح لما شافني وقول لكم حاجة تانية مهمة أصلا أنا موجود وكائن قبل إبراهيم يبقى المسيح أصده إيه هنا أصده المباشر إنه هو الله أصده المباشر إنه هو لا يتغير الأزلي الأبدي عقيدة لهوت المسيح أسسها المسيح من فامه طيب المسيح ابن الله ابن الله مفهوم ابن الله يعني المعادلة المساوي لله وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه يعني الغرض الأساسي من كتابة الأنجيل هو إنه الناس تؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله والإيمان بي هو لها يكون خلاص للبشر شوفوا لما نقول بأن المسيح ابن الله هو ابن الله الوحيد يشير إلى التميز الشديد فالمسيح لا مثيل له ولا أحد يسوي one of a kind الفريد في نوع أي أنه لا يوجد مثله عند الآب فهو الأقنوم المساوي للآب في الجوهر والموجود مع الآب منذ الأذر تعبير ابن الله الوحيد بيعني أنه شخص متميز وهذا التميز زي ما بيقول لنا اللاهوتيين في أربعة أمور المسيح المسيح مميز في المحبة لكونه الابن الحبيب المسيح مساوي ومعادل لله في الجوهر المسيح مشابه للآب حتى أن من يرى يرى الآب المسيح كلمة الله أزلي والمسيح قال عن نفسه ابن الله ليس بالمفهوم الإسلامي لكن بالمفهوم الكتابي اتحاد الآب بالأب في يحن عشر نص كويس جميل يريد يعني الإخوة المسلمين يرجعون بيقول لنا أنه عن الخراف ربي يسوع بيقولي ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي يبقى الخراف في يد الآب كويس ولا يستطيع أحد أن يخطف ها من يد الآب لكن كمان بعدها يقول لنا ولا يخطف ها أحد من يدي إذا هي من يد الآب ولا من يدك ما والاثنين واحد والاثنين متساويين في القدرة لأن لأن أنا والآب واحد أنا والآب واحد وحدة الجوهر بعدين ييجي واحد ما أراش كتابين يقول لك بوليس الرسول اخترع ربوبية المسيح طيب المسيح ابن الإنسان ودي مهمة جدا لأنه ابن الإنسان بتثبت لهوته وليس فقط نسوته ابن الإنسان بتعني الأزلي المتجسد الكلمة المتجسد وزي ما قلت لحضراتكم هذا اللقب المهم جدا كان رب يسوع بيستخدمه على طول وقد استخدم في الأنجيل الأربعة اتنين وتمانين مرة تسعة وسبعين مرة كان من فم المسيح نفسه بيشير إلى خدمته ويشير إلى ألامه وصلبه ويشير إلى مجيء الثاني في المجد اللي يدرس فينا هذا اللقب يعرف كويس أن المسيح كان بيستخدمه في كل مرة تكلم فيها عن خدمته الأرضية في كل مرة تكلم فيها عن ألامه وصلبه في كل مرة تكلم فيها عن مجيء الثاني في المجد وأصله وأصله يرجع إلى دانيال دانيال سبع الذي أعطي مجدا وسلطانا وله وله تتعبد الشعوب والأمم والألسنة لكن عايز أختم ببوليس الرسول بوليس الرسول يتكلم عن رب يسوع هل جاب جديد ما جابش جديد يتكلم بالزبط عن اللي قاله يسوع عن نفسه بوليس عبد يسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبياء في الكتب المقدس عن ابنه وابنه بحسب الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله يعني برهن أثبت أنه ابن الله عندما قام من بين الأموات يسوع المسيح ربنا الجديد اللي جابه بوليس بوليس أكد اللي قاله المسيح عن نفسه فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية والأجل الخطية دان الخطية هو ابن الله الذي أتى لأجل فداء العالم طيب أرجع إلى بارت إيرمان أختم بها بسرعة بارت إيرمان قال لي لماذا لم يكن بوليس مؤسس المسيحية ده بارت إيرمان اللي أنتو بتحبوه هل كان بوليس مؤسس المسيحية إن القول بذلك يتعارض مع حقائق التاريخ وتصريحات بوليس نفسه يعني اللي بيقول الكلام ده بيعارض التاريخ وبيعارض تصريحات بوليس نفسه أولا حقائق التاريخ كما رأيناها في المشاركات السابقة كان بوليس في الأصل معاديا للمسيحيين وعمل بجد لتدمير الكنيسة يعني إيمان بالمسيح والكنيسة كانت موجودة وحاول بوليس أنه يدمر بوليس لم يؤسس المسيحية ومال مين أسس المسيحية الذي أسس المسيحية هو شخص المسيح نفسه يعتبر هو محور ومؤسس المسيح وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم